الله أكبر نيشان أكبر نيشان أكبر صحابي حظ نيشان أكبر صحابي حظ نيشان أكبر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم الجمعة الماضي كنت يعني لوله نهارين جريت مش حوار وإنما كنت مدعو عند صديقي وأخي وساميلي غاني مهدي صاحب قناة كنال فندل كنال 22 باش علقنا على أحداث آخر أسبوع لسنة 2022 واضطرقنا فيها إلى عدة أحداث مميزة هالأشبور وكان على الرسام غلاس رسام عبقاري رسام عبقاري وشوفوا الرسومات وفي آخر الحسام شي شي مدهل شي مدهل شي شي مدهل شي شي مدهل رسام عبقاري ولا خليكم مع هذا الحوار وتمنى لكم مرة أخرى سنة سعيدة مليئة بالفرح مليئة بسعادة وخاصة صحة جديدة السلام عليكم أهلا بكم مجدداً عزيزي المشاهدين أحداث الأسبوع نبدأها مع محللنا لنهر اليوم الإعلامي والكاتب هشام عبود أهلا وسلم بكم أستاذ هشام بيان صحفي تعلقضاء الجزائر حاول تبرير وأسباب اعتقال مدير دوءام وقال بني اعتقال قاضي إحسان وتشميع مقره لأسباب عديدة من بينها التمويل الخارجي ونشر برامج من شأنها تأثير على رأي العام سلبن والمساهمة في تقسيم الجزائر إذا كان هذا هو هذه التهمة الوحيدة الأساسية لمجهة القاضي إحسان نذكر بأن وزارة العدل في سنة 2015 وفي سنة 2020 خداد تمويل من الاتحاد الأوروبي كما الاتحاد الأوروبي أعطى تمويل الراديو آم وتمويل اللي تمدي الراديو آم هو كما أي تمويل عالني ما هوش في السر ولا في السر من عندها كل الوسائل العالمية في الدول اللي محتاجها مساعدة الاتحاد الأوروبي يعطيهم مساعدات نذكر بأن لسوار درجيري في سنة 1994 نظرنا وخمسة وتسعين لما تضرب المقر لسوار درجيري بقنبلة ذاك الوقت الفيدرالية الدولية للصحفة أعطاو مساعدات مالية ومادية لسوار درجيري ويراو المشكلة راني يقول لك وزارة العدل راهي إخداد مليون أورو في سنة 2025 من الاتحاد الأوروبي كمساعدة للتكوين داروها للاكورديقات وفي سنة نفس الوزارة وزارة العدل إخداد مساعدات نزيل لت مديرية الأمن الوطني لديش أسان إخدام مساعدات تكوين من الاتحاد الأوروبي وخدام المساعدات من عند فرنسا وكونوا دي كوميسير دي بوليس في فرنسا منهم المدير الحالي بالشيخ الحالي استفاد من التكوين من عند الشرطة الفرنسية ويراو حتى أن سافرة الفرنسية تساعد العديد من الجمعية الثقافية داخل التراب الوطني مساعدات مادية طبعا هناك العديد من الأفلام الجزائرية التي شاركت في مهرجانات دولية بمساهمات مالية أوروبية من الاتحاد الأوروبي ومن فرنسا وهذا طبيعي أنا نضيفك حاجة أخرى الجزائر تمول مسجد باريس بزوج ملايين أورو سنويا ماذا تستفيد الجزائر أولا ولماذا وفرنسا لو ما جاء بسابة فايدة أن الخزينة العمومية الفرنسية تأخذ جميلة أورو كل عام ستدخل مدى الحبس الناس يرون في مجد باريس ولكن هذه المساعدة ستتم بطريقة علنية ستتم بطريقة علنية أنا نقول لك حاجة وزير العدل مؤخرا عنده نيومين في أمام البرلمان كان يكشف عن السبب الحقيقية التي تخلى عليها للحبس قال إحسن السبب الحقيقية هي التغريدة التي دارها على تويتر وين يتساءل يقول كيف يضحكوا علينا وتقولون بريلي الجزائر استرجعت 20 مليار دولار وهذا رقم حسابي صعيب باش يعني تمدوا وقال يعني هذا يعني يرا كنت ضحكوا عن الناس وهذا صح هذه الحكاية كاملة أنه شكك في 20 مليار دولار وهذه صح هذه كذبة القرن 20 مليار دولار أنت حجزت أمتعة وأملاك بالدينار موجودة في الجزائر سيارات موجودة في الجزائر حافلات تحتحكوت موجودة في الجزائر السيارات المراد العلمي موجودة تقولها بالدينار ورح تبيحها بالدينار إذا بعتها في المزاد العلني كيف يجي تحسب هالي بالدولار هاني هذي يحب ويكتب وعلينا يقول كلا نسترجعنا 20 مليار جميع الخارج بركات جزائر موجودة هشام قد استبقت الأحداث هذا هو كان المحور الثاني من حصيتنا اليوم لكن نكمل في راديو آم ما هو السبب الرئيس حسب رأيك هل راديو آم ولا تديرونج النظام في الجزائر وديسي دا وقبل مدة أنهم سوف يغلقوها ويشمعوها ولازم كانوا يستنى في الوقت المناسب باش يعتقلوا مديرها ويقفلوا هذا المكان للمثقافين في الجزائر باش يهدروا فيه بأريحية وبكل حرية والله يا راديو آم إلا إذاعى يعني معتدلة جدا 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 معتدلة جدا وقال إحسان معتدل جدا وطبعا هما الموضوعية تقتلهم ما يحبوش الموضوعية ما يحبوش الاحترافية يحبو أنه هذه الإذاعة تدجل مثل الإذاعات الأخرى يعني تلحق بهم الوقاحة أنه مقابلة في كورة قدم كأس العالم ناس كامل تسمع به المغرب يلعب مع أسبانيا يفوز على أسبانيا يقول لك الإسبانيا أقصية ما يتعرف ما يقول شو طرف هذه ترجين للصحاف وترجين إعلام هذا وشو عليه لما تجي إذاعة كما هذه واتطرق لكل شي بطريقة لكل موضوع اطرق بطريقة موضوعية أنت لا في الكنال 22 رأكم موضوعيين معتدلين ما كمش خلاص يعني تشوه فيهم وليتها دور عليهم ولي ردنا ما يخليكش تخذف تزايا هذا رد على الجماعة يقول كأرواحوا لزيل وتكريم أرواحوا لزيل تخل الحمس دور تعين الوقت أنهم كانوا شديد أداروا لذلك الهرسال اللي أرسل جريديكم وليسيار ومعنا ومعنا جاءت حكاية التويت حكاية التويت كانت النقطة القطرة التي أفضت الكأس لا يحملها تبون وكان ما قبل يخص وضعية العمال وصعية المؤسسة الإعلامية هناك تلفزيون خاص في الجزائر المدير تعروف الحبس وحكموا عليها عشر سنين لكن ما شمعوش هذا التلفز مزل تخدم عادي حتى الجريدة مزل تخدم عادي لماذا راديو آم يمنعون العشرات من العائلات بش يخدموه والصحفيين بش يقوموا بواجبهم الإعلامي حتى وإن تبع المدير تبع المدير لماذا تشمع راديو آم هم الفرق مع النهار أنه النهار منبطح النظام بالجريدة بالتلفزيون ومدير داع النهار قضية تصفيد حسابات لأنه أثناء الحملة الانتخابية كان انشر تقريرين على تبوني ومريف الفساد دياله وعلاقاته المشبوهة مع الأتراك وزاد داروا هذه البندو اللي علنوا اليوم اللي ناس كانوا ينتظروا بش يشوفوا السعيد مدفليقة وعال نيم اللي يراه وجاي المحكمات حسيني محمد كشاهد ناس ينتظروا ناس كل قدرت مزوجة يعدلهم أنبوضوا ملتح يحطوا لهم نجل عبنا جيد تبون أمام وكيل الجمهورية ملتح وكالنا وكالنا الوقت ولدوا في الحراش وزغماتي مع أبو عزة وصرلوا أني سرحماني وطبعا أني سرحماني ما يشي معنى واقف وحطوا الآخر جلب والانتباه على ولد تبون بينه كأنه رهو ترافيقون رهو عنده ظلع في حكاية الكوكاين لذلك حطوا الوالك لكي يشي هلو سمعت سمعت تبون لأن الفرد كان يحطوا خال تبون أمام وكيل جمهورية لم يشي تقول ووالد عبنا جيد تبون كيف كان مخدومة طبعا أني سرحماني ما كانش استنى تبون يعني ومعلى بنوش باللي يعني رقاية صارح رح يفرض تبون ايه أخسر لعب لما ربح تبون حاور باش يعود ينبطح من جديد تبون كان في هذه الفترة يمشي للمقر تلفزيون الشروق ويقعد أنه فلاريج يقعد ويقصر مع الجماعة وكامل ما عنده وين يروح ويتحلف في قدامهم يتحلف في أنيس رحماني يقول لهم هذا نشرب المرار هذا ندير وندير كي جاب بو عزة سابر وحف الحبس اللي مع بو عزة حتى أنه نساء الناس مساكن يعني ضباط مأمورين سابر وحف الحبس الوحيد اللي سلب زغماتي منه زغماتي عنده يعني خيض مع جماعة شنقريحة ومع جماعة أخر هذي يقل الوطن راديو أمل وكان يخلوهم وش رح ينبطح كما الناهر الناهر من بطح من بك لحياته وكانه مفتاح بطاح هذا أفضل فرق هل مالغريل لسوتي أندي فيكتيب لتعل كل الأحرار في الجزائر والجمعيات الحقوقية والإعلامية خارج الجزائر سندت راديو أم ومديرها قاضي إحسان هل الظلم اللي كان هناك أمل باش قاضي إحسان يخرج من السجن وتعود المياه إلى ما جاريها ويحلوا راديو أم ويخلوا الناس تختم وهذا المؤسسة الإعلامية تعود إلى النشاط لا 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 هذه الصف إلا يكون ضغط دولي ضغط مجلس حقوق الإنسان المحافظة السامية يجب أن يكون عامل لأو باتجاه هذه المنظمتين تكون ضغط من الملكان سمعت يضربهم للرأس لأنه العصابة الحاكمة في الجزائر هي عصابة نقولها عصابة فيوار عصابة عليها ما يعرفوا لا نقاش ولا حوار ولا قل إذا نأوال ما يعفو هذا سيسترون يفهموا غير مبدأ أضربوا يعفل ما ضربوا تبون في مقابلته الإعلامية الأخيرة إذا تفضلت هشام قال باللي استرجعنا في مليارد دولار هذا الرقم الذي خلى قاضي إحسان يدير هذه التغريدة في تويتر ويقول باللي هذا الرقم غير منطقي ولا يقبله عاقل نحن يحاولنا في كنالفند ندير أمتيكالكول قنا باللي أهم شركة هي شركة تعلي حداد وتحكوت ولا يمكن للرقم أن يتجاوز واحد مليار دولار إذا استعملنا الدولار كقيمة رمزية من أين جابوا هذا الأرقام حتى أن الوزير يجد خرج بعد يومين باشي كنفيرم هذا الرقم اللي هو امبوسيبل افيريفيه في الجزائر وهدر تبون وقال بللي أنا سيزي ديزوتيل سانك إطوال لون أوروب الفندق الوحيد كايتي سيزيس الفندق تعلي حداد في إسبانيا خمسة نجوم لكن لا يوجد فندق آخر كيفاش رئيس يتكلم مع الشعب الجزائري يقولهم كلام خاطئ ويعطيهم أرقام غير متأكد منها أولاً الفندق تعلي حداد عبر سلنا ما تسيزاش مغلوق لأنه من هار اللي شرعها على حداد هو فالس فندق فالس صحيح ما تسيزاش ما تسيزاش اشتراها بتسعة مليون أورو دين لذي دات بغنف مليون عمل أموانتاج فنانسي عمل أموانتاج فنانسي دونك ما تسيزاش إلى يوم من هذا وإلى يوم من هذا ما أخذو حتى شيء من خارج يحبوا يخذ مثلاً لو صح عندهم منية صادقة أنا أقولك هاني بعثتنهم عن طريق السفارة ونزلني بعثتنهم لاحظ وثائق تع عقود ملكية تع نزار عنده في تيراجونة سلاف متر موربع وفي برسلونة عنده أبرتونوت بنيا وتسائين متر موربع هذا ما مثقين وزيد كين تحريات تا مجموعة إعلامية دولية تكشفت باللي عنده زوج ملايين فرنق سويسري في جولاف هاي أمور واضح أروح تجيبهم لما تجيب هذا عنده شركة ثاني عندي الوثيق الحاكم في مونتكارلو في موناطل تفضل تجيبهم ما تجيش تجي تكذب عنه تقول 20 مليار ولكن هذا نظام يعتمد على الكذيب كأسلوب حكم كأسلوب تسيير الكذيب تجيبهم على 20 مليار 20 مليار روح زايا لأنه موارفين يقول الكلمة شغل القرآن أنت البلد الوحيد اللي عنده قنوات تلفازية وعنده زيما صحافة متنوعة يقول عندي 170 جريدة مستقلة بين ضفرين ما كان نهار وين يجو يناقش موضوع مهم كما هذا 10 من المفروض رف ينقاش كبير تجيب حسان معارضة تجيب صحفي تجيب اقتصادي ويشرفون 20 مليار دولار ما كيش نقاش في أي نور أنت لما يجي يعمل ميزانية لعسخ 23 مليار دولار وهم في نار مو حبتها 17 وكان حاجة قليلة 17 ما كيش ينقش ينقش كل 23 مليار دولار 23 مليار دولار ميزانية 17 ولكن أنا عندي ثلاث أيام كنت على الحدود الجزائرية المغربية من دية وجدة ودرتها كامل من وجدة حتى السعيدية لما أشوف لي قريد تعال العسكر اللي عسوى الحدود مخدومين بالبلاستيك والأحطب ومربوطين بالحبيلة والبلاستيك قربي يعني قربي دارين قرابع هذو قريد دارين قرابع راني وريدهم قناة يالي كيفاش تعمل هذه الميزة هي كامل ماكش قادر تعمل دين جيريد صحيح هينجيريد اللي العسكري كيدخل فيها يحس برحوا عسكري ومقام لهم العسكري المغرب هذا بوست كونترول ترتوغي ترتوغي هذا بوست كونترول انت يحفرين الترونش هشام هشام كان بزاف من المستبعين لقناتنا ولهاتي الحصة عندما تنزل ضيف علينا دايما يقول لك هشام عبود يهضر على المغرب يفخفخهم ويقلبهم مريكان هم عندهم نفس المشاكل كل جزائر وحاب يقلبهم لاس فيغاس كونترول لاس فيغاس لاس فيغاس لنقول لك لغيري العسكر ونصورهم نصورهم مهريين بالبلاستيك ولا قماش ورابطنوا بسلوك ورابطنوا بحبيلة ويقلبنا عرص الآخر منهم مني لاس فيغاس ونصورهم نصورهم ونصورهم ونصورهم لاس فيغاس لاس فيغاس لاس فيغاس ونقول لك هل هو خير من العسكر التي لدينا نحن العسكر ميزانية عاما دولار لا يمكن لهم نحن وعندما نقارن المغرب ونحب ونحب نقارن بكاتر بـ 220 مليار دولار ونحب بنها ونحب 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 كل مجالات التي ننزل إلى 50 سننطل ونحب ونحب نقارن بالرواندا وقالي أنظف عاصمة في إفريقيا وقالي اخبر ما كانت مهلوكا في الرواندا وكانت حرب أهلية وذهب ترى إراني إن فقفقك في الرواندا وفق فقفقك في قاتر و روح قاننا و روحك بالإمارات اللي عندهم كيفك البترون انت و اشترت بالبترون بديعك نو كان قاربك مع المغربين و جمبك لاني قلت اني ايه عندي نهارين و شفت العسكر ديالنا كيفاش عايشين كيفاش عايشين ما نيش يقول لك المغربة و مغربة و خيصة صحيبا نيش عدا ينفرش زيدان و والده و من رح تزوج زوج في مراكش ما رح تزوج في مجاية و لا في تزايا لاني حسنا لاني حسن هنال شهب Organization هنالفتران ما جمال اشتران اشتران لاني ف المغرب احسن هنالفتران عدا نعيشو فيه زيد الفوتبال لحقوا دوني فينال كوب ديومونت احنا ما رحنا اش تالي فاس critique و نحقوا لسخوا في غسامة والسخوا في الكامرون و نديروا قدام النبجية من النساء دهاية هذا الواقع لأن الواقع لا يمكن أن يخفق في المروك أو في قطر بار حيشة معبود رئيس تبون قال في الفيقارو وقال لهم بالجزائر تثمن العلاقات الجوارية مع الدول الأوروبية ومع فرنسا وفرنسا إذا تطلب مننا أن نزيدوا لها في الكوطة تحتها للغاز لكن لا تطلبوا منها إيطاليا طلبوا مننا رانا درنا كازوديك ورح أن نزيدوا نصلوا إلى كمية أكبر من ذخل غاز للدول الأوروبية الوسطى عندما يتعلق الأمر بأوروبا تبون يهدر على علاقات الجوارية وعلاقات طيبة لكن الصحفي سألوا على العلاقات الجزائرية المغربية قالوا المغرب بالغ كثير في خلق مشاكل للجزائر أنا يحب أن نسمع منك هشام لأنك تعرف القضية خرم الني وخرم الكثير من النار يتبعوا فينا ما هي المشاكل أبارلو بوليزاريو؟ أنا مانيش نشوف في مشكلة أخر يقدر يقف بين طبيعة العلاقات الجزائرية المغربية ولماذا هذا النظام يتمسك بعدم فتح باب للحوار مع دولة الجارة المغرب؟ قالوا المغربية هذا السؤال يترح عليهم هما ليس علينا ولكن لما نسمحهم ويكتبوا ويقولوا ويتكلموا يقول لك باللي راهو يمول في المعارضة راهو يقوي في غذارة أنا ما شفتش نهار فرحات راح للمغرب راح مرة عنده شحان عند قيوس أعطا لوا فيزا واحد في لانترين لان عندو باتيق سافرت على جي لك يجملوا فيزا أعطا لوا واحد في لانترين بسلعية دار باريز أقدير وورجار ومال هي قالوا لي أعطلوا في درا ما أعطلوا في درا قالوا وحدة فنرهاب حنا شريكا نشرها في كيدات ديالو دار دهالو في قانا التليزيون تجيب أبنا ذاليل قلوا يعطلوا ثلاثة منين دولار في أيرو في العام قالوا كمان يعطي فرحات من صدق دولة شكون وين راي موجود المعارضة أنت ويرراك فرحك في باريز يراني في باريز فرحك ويرراه كلنا فرخات في فرنسا فرنسا هي اللي التأوي في المعارضة ومن فرنسا راني نضربوط النظام وعليش ما تخذبش على فرنسا تخذب على المغرب المغرب أنك يروح حتى يروح أصدقاء يعرضون نمشي ودار وننصر معهم ولا وبالعكس المغرب ما يحبناش نديروا أي ناشات فقرروا أنا تكلمت ناس قلت لهم نديروا تجمع أمام الحدود تعال جزائريين كامل ونطالبوا بيفتح الحدود ونجيبوا الناس لي مرضى ونجيبوا لغندا ما يقبل لكش ما يقبل لكش المغرب ما يخلل لش ما بان ديناولي فرنسا ما يخلل لناش ندناولي فرنسا قلت نحبوش صدع الراس دون خلالي جيبها على المغرب ضرق وش مشكلو معاها المشكل ما هوش معاها المشكل معاها الشعب الجسائيين لما يغرق الأجواء ومبعد يفتحها الوزير خارجي على المغربي لما يغرق الأجواء وضرق رح يفتحها للفريق المغربي تعكور في القادم شكولي معاقب بغرق الأجواء المواطن الزوالي اللي يسكن في وجدها وباش يروح المغنية يلزم له يعمل المنع في عشحال يروح الكازابلونكا من كازابلونكا كالتوس من الزير من الزير من الزير من الزير المغنية وكاية خمس كيلومترات على دار وفيه شكولي اللي راهو يتعذر الشعب الجزيرة لكن اللي راهو مخلي أملاكو في وجدها كان مئات السكنات والأملاك شفتها بعيني تعالج الزائرين مهملة في وجدها لأنهم مالها لا يقدروا شي يجيوا شكولي يا راهو العقبس الشعب الجزائيلي هذا نظام سادي ستعالجين ساديك يتلذذ في تعديم الشعب الجزائيلي إذا ما عذبكش في كازابلت عنطر يعذبك في الصفر يعذبك باش تخل بلادك يعذبك في كل شي يتلذذ في التعديم ولا يعذبك حتى باشتاخذ كيس حليم يتبون 6-5 عصباح وليقال هتبون ساعة رمية وفي الخمسة أصباح يدير لشان باش تدير كيس تشري شكار أحدين هاولي كيس تلذ هذا النظام مشكلة معه مشكلة مع المغرب مشكلة مع الشعب الجزائري لأن الشعب هذا نحن بشعبين شرائيين الشعب هذا تلقه بالثلاث تعطيش تلق بالثلاث تلقو في الانتخابات الرئاسية قاطعها تلقو تلقو في الاستفداع الدجتور قاطعه تلقو في الانتخابات الشعب وبالتالي هذا الشعب تلقى بالثلاث نظام مجرد نظام اغتصب الإرادة الشعبية نظام سرق ثورة شعب كما سرق ثورة 54 سرق حراك في براي 2019 نظام الذي يحول الملاعب تقول القدم سمع إلى الجبانات يعني مقابا تصور أنت من يجا تبون كأس الجمهورية ما تلعب وعليش لأنه خاف يمشي الأستاذ يسلم الكأس المسجد الكبير على الجزائر جاهز منذ ثلاث سنين كان رح يدش نور بطليقة في مارس 2019 لليوم ما تلش وعليش يخاف الناس رح تصدي تخل دي المظاهرة الدربي مولودية الجزائر ومولودية العاصمة في حد العاصمة اللي معضبر من الدربيات العالمية يتكلم عنها الناش فرجة كبيرة في المدرجات من اللي يجعوا هذي مولاد الحرام يتلعب بدون جمهور والمرة هذي يتلعب جمهور ملعب خمسة جويل يتساع ثم ينف وتفرج يخلوا إلا 9000 يتدخلوا 9000 الدربي هذا يعني حرب ضد الشعب الجزائري ومشكل مع المغرب المشكل مع الشعب الجزائري ماذا بقي في ذاكرة هشام عبود من 2022 وماذا ينتظر وما هي قراءتك واستشرافك لـ 2023 أريد أن أبشرك أنا وكل الطاقم والإدارة في كنال فندوب لكنال فندوب سيكون في الساتريت إن شاء الله بدءا من الفاتح من جنفي ما الذي سوف يتغير في بلادنا إعلاميا سياسيا ثقافيا وما هي الأمور التي قعدت في ذاكرة هشام عبود من 2022 قبل ما نجاوبك نهنيك ونهني أنفسنا ببث قناة 20 على الساتليت ونتمنى نجاح كامل للقناة 20 راح تكون متنفس لكل الجزائريين لكل الجزائريين المتعطشين لإعلام حر وثقة كبيرة بك أنت غد وبالتاقم اللي معاك تاقم الشباب كلهم أنكم رايحين تبقى تجعلها ناج راح مسطرينه في قناة 20 وهي على يوتيوب راح تكون أحسن بكثير على الساتليت إذن سن 23 راح تبدأ تريبيا الحمد الله ذرك وشنغار يوم 22 كما متع عام 2020 21 22 الكوشمار الكابوس كابوس اسمه تبون شنغريح كابوس اسمه جزائر مغتصبة من طرف رجال جبناء جبناء مع دم الشجاعة يخرجون منها طايطة يقولون الجزائر رهيثة أنا لما نزيد هنا نرجع لما نشوف الجزائر من وجدها الحدود ونشوف الفجنان عليها الأسلاك الشائكة وحافرين ترانشيات بسبعة متر عمق وسبعة متر عرض وماشية كامل الحدود تعطي كصورة السجن وكانوا رح نديروا حيط بالبيطان بعد حبسوا لديهم غالين ولكن داروا منه جزء كبير وداروا جزء بحيط آخر بالفير فورجي لما يديروا هذا يعطيك صورة على أن جزائر سجن كبير والأخوان اللي راهم في السجن الصغير والتحق بهم القاضي إحسان لما يخرجوا من السجن الصغير رح نسيبوا راح في السجن كبير اللي هي جزائر ولليوم أغلبية الشاب يعيش في حال صراح مؤقت النمرة من ذاك قال أروح سيم وهم من من الخروج جنرالات من الخروج آهلة بودفليقة تصور آهلة رئيس خبار كانوا يركعوه ويركعوه للكادر تبون كان يمشي على يديه وكرعيه يحبو وعندها تصورة من ديمان جوش في تصوير هذه بأمر من بودفليقة يحبو على يديه ورجبه اليوم يمنع عائلته من السفر هذا ما حدث في حتى بلد البلد الوحيد هاي سور اللي نقار بها البلد الوحيد اللي تكون اليوم راك جنرال قاتب ناحية موديل مركزي أمين عام خدوا الصباح يكركلوا في جول طباء حاطين الكشكار على رأسك من لبسين الكاميزون حشان من يسمع بالبول والدم ويجيوا تبولوا عليك ويتا جنرال باش يكسروا لكل معنويات ديالك وهذا يسموها ريجيم سبيسيال بول جنيرو نعم جاء لما يحبزوه ويدو يدلو بهذا ريجيم باش يكسروا فكرة اني جنيرال لما يعود أمام هذو يدلو حقه معه مع الجنيرال يحس بروحه موهان منكسر مندق هاي الصورة اللي نحط بها 22 كوش مع 23 عشرين ما دام هذو وجوه شوف وجه بخاخ راما ووجه ديكتاتور قاسما بالله لو كان جا عنده نظر ديكتاتور وجه ديكتاتور لا نقبل به هذا هذو شوف فات شوف بخاخ نعم بخنون نعم نعم شكرا هشام عبد ممتنون لك ولكل الأصوات الجزائرية الحرة والمثقفين الذين شرفونا منذ سنة على قناة عشرين لليوتوب نتمنى أن تبقوا أوفياء لنا نساندكم وتساندوننا ونحاول إيصال صوتكم لشعب الجزائري بكل حرية وصلنا إلى فقرة غيلس أبقوا معنا شكرا غيلس شكرا بس مرحبا بك تنمير الصورة الأولى هشام معزي المشاهدين وليس المشاهدين الجزائري المشاهدين يقدم تهانيه للجزائريين بونس للمشاهدين أنا لنشوفهم معكم للمشاهدين للمشاهدين لك لنشاهدين هشام بونس للمشاهدين 2023 لا أنا أنا للمشاهدين للمشاهدين لأي أحبه بسهب بسهب 1 لا عم قريب مخ مخ ربي يحظ نحن قريباً في باريز ونأكل حموص مع بعض مع غيريس هشام العالم الكوروي يخسر العالم الكوروي اللعب الوحيد الذي فازه بكأس العالم في ثم مرات هو كينو كيت نحن صغير هشام لم يكن لعب لكن وشفت الفيلم ديالو الفيلم ديالو الروى بولي شفتو في صينما في باب الوال كان عمدي حناش نسناع ماش لروى بولي أنو لا فيكتوار وشفتو تاني في الفيلم ماكو ديومان سوصندس وقاعد الماندية سوصندس كنت شفت بولي وتمنتد أشكل ماتش اللعب البرزيل كنتر الإكيب ناشيونال حضاركو هشام بريزيل كنتر الإكيب ناشيونال حضاركو هشام بريزيل كنتر إكيب نفسك من المارادونا وميسي لا بريزيل كنتر إكيب ناشي مالشي بريزيل كنتر إكيب ناشي يقولون بريزيل كنتر إكيب نفسك لأن الدفاع كان ضعيف في الوقت الذك لا بأني في ساوستين ضربوه تصروه خرج ملعب ما كملش دورة لأنه كانوا يضربوه كانوا يضربوه كان شعبوه ولكن بأني أفريتي إنك قزمنا ينقز منه سنتين على بليا في غارين شاب جنبو وشير ما كشير ما كاش قيبسكو الخليين ضعاف والخري كانوا ضعاف لأنه هو قوي هذه رسم الثالثي شام راديو مغرب إمرجن لأم زنزانة من ورائها قاضي إحسان ربي يطلق صراحه وعلى هدرت هذا الرسم غلاس هذا الرسم هذا الرسم راديو أم مغرب إمرجن مكتوب علينا أن الفضاءات الإعلامية في بلادنا دائمان نتكون محبوسة أبخي لبيرتي مستقبلو بيدو لأن هذا النظام مغرب إحسان نظام لا يقبلو بالحرية نظام لا يقبلو بالحرية نظام لا يقبلو بالحرية لذلك أنا شخصياً في الجزائر أو لنتا أو لهشام أو لأنه سيطانو ماتنو تتر لبورت فواء لكون في جزائر برسكو ميغتروا جيهترو نظام لا يقبلو بالحرية نظام لا يقبلو بالحرية لأنه في جزائر يجب أن تكون محبوسة خارج المؤسسة الإعلامية نعم 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 سألنا ويحفظون بشكل مضاحي، كما يحفظون بشكل مباشر، وهم يرزون بشكل مباشر، ومشأل المنزل. ويحفظون بأنه في هذا المحل الأعجاب ستواجه، وفي ذلك أتذكر، وما أنه يحفظون بأسدار لتحقيق السفعة من جديد، فأنت تجدت أن أجل من تحديده لأنني لم أتحدث في هذه الأن. تظهر أن الناس لدينا مجبباً تظهر أن أصلك المسجنة لدينا مجبباً يتحرك ويجب أن تحدثت من هذه العمل قاضي إحسان قال لقاء لأحد المحامين بصحة راديو مغرب يتكمل خدمة والعائلات يكملوا يعيشوا بهذاك الابتسالير النظام هذا يعرف وين يضرب المواطن الجزائري الإعلامي الجزائري المثقف الجزائري جيبوا لأنه على بالو يرون تمسك بهذاك السالير الضائل الذي لا يمثل شيئا في العالم تعدمي الفانتروها ولكن ما هو ذنب الصحفيين والتقنيين والشوفر والتكنيسي 160 عائلة كانوا يعيشوا من جريدات موجودة 160 عائلة قطعونهم من رزق بالنسبة للغيلاس أنا نذكر غيلاس ما عنده مدة حكمه عليها 10 سنين سجن غيابيا من 10 سنين سجن يبقى في الزائر وهو في سجن الآن وعنش عليه يبقى وهذه الأصوات اللي أقول كنت أروح للتزائر ويتكلم أروح حتى يودا وحامي علينا يكونوا في الزائر ويكونوا يكونوا نحن نتكلم غيلاس تتبعوه لحقوه في الفتزائر وحتى لما خرج الخارج أبدا ويكونوا 10 سنين حبص غيابيا ودعمين وحتوى بالإرهاب هم جميع من يكتب جميع صحابي إرهابي الرسم الرابع ينتاب لوروند سور تجمعات انترديتة سيدعيش شاك جور النوفال انترديكسون دون ست نوفال ألجيري كل شيء ممنوع في بلادنا التجمعات الجمعيات الصغيرة اجتماعات صغيرة في عرش في سيدعيش ممنوعات خطر اجتماع اليوم العالمي لحقوق الإنسان منعوه في بجايا وفي وقاس كل شيء تأسي دعيش كانت كانت نمائدة مستديرة حول التركيبة السوسيولوجية لمنطقة القبائل يعني نقاش علمي نقاش علمي حول التركيبة السوسيولوجية وجاي باحث باحث هم منعوه يخرجي يرجع لفرنسا باحث هذا في علم الاجتماع ركتشوف مواله ما يجوز معهم لا المجتماع ولا دراسة ولا حوار ولا نقاش ولا ريا كيف تجمع تركيبة اجتماعية لمنطقة القبائل تجمع كما نحن في الأوريس يكلم عن عشان أيشتاين يقول نفس المقدمات يؤدي إلى نفس النتائج ومن الجنون أنك تقوم بنفس الأشياء وتستنى نتائج أخرى الأزمة الأمازيغية القبائلية جاءت دائما بعد منع المفكر المثقف مولود معمري منعهم نفس المفكر لقد عادوا الإستعادة. لكنها تخطيها. إنها فارغة العجلية. لن أتوقفهم. إنها حيث. هشام ، أعتقد أن هناك الأشخاص الأخير أقوم بمتعاني وإنكت فيه لا يوجد حتى الجزائيل. لأنه عندما يخطب الجزائيلين يبدون شيخ كبيا ، يحب الخير في المدين ويقول بلين نخدمها ونعشوا فيها وكل إكستيرا هناك في الخطاب تعتبون وفي الممارسات على أرض الواقع يبني تعتبون كي تسمعوا يحكي شواليك العجوزة اللي قاعدة وإلى هذاك الساكات اللي قاعدت برناتها كاسيد يقول مسكين ظلموه ماذا مسكين الناس ملاح ماذا ظلموه قالوا عليه بلينجا يقوم ويدون ماصر وصدت خير ظلموه يعني شو هذه العقلية اللي عنده تبون قابل بالدور ستنوطاج رحينا وقابل بالدور تحكى رحينا قابل بشيء لما يدروا بالعسكر وكل ما يحوس هو أن يكون في المصر بعمره محلم به ذلك يبقى الناس اللي يملوا بالعسكر للأسف جوبانا هذو ما جوبانا ما يعبوش يحتفوا بليرام هو ما يمسيش ليهو في الملاد أنا مفضل سنوات السبعين وعشنا في سنوات السبعين كان العسكر يحكم ويقول لك إيه أنا عسكر ويقول لك الجيش الوطني الشعبي متفتح للواقع الوطني ويبعث للعسكر يدير لطورون يبني طريق الصحراء ويبعث للعسكر يدير للسد الأخضر ويبعث للعسكر يبني القرى الاشتراكية ولما ديسيا مدير يتعاده ديسيا كانت ناجحة في البنايات البيو السكنان للعسكر أحولها بمدير إلى وزارة الساكن والمدير ديال هاردو وزير الساكن وقال أبني للشعب وفريق كورت قادم فشل الاخر قال جير بفريق العسكري يدير مدارية ذهبية قائلين بين عيناني بني تحديد قرر قادم بشي من قادم أن تتبلي شلوية منوية دمي آكل كوشمار سنة پان كوشمار لفتوا إسوينو إن شاء الله نوفيق من هذا الكابوس الذي نعيشه جميعا بش نعيشه أحرار في بلادنا كما أرد شهداؤنا الأبرار ذلك رسم الأخير تبون لا يتبون لن تتبون لن تتبون لن تتبون لن تتبون موسيقى موسيقى هل سنعيشوا هذه الكابوس في 2024؟ أم أن الأمور سوف تتغير؟ وكيف سوف تتغير؟ وما هي الأساليب التي يجب على الشعب الجزائري أن ينتهجها لتبقى الثورة الجزائرية ثورة سلمية لتغيير الأمور إلى أحسن في بلادنا؟ نظن بالتهاية الأرضية لعهدى ثانية وهذا هو السيناريو الذي تكلم عليه هذا هو السيناريو هو تصحير الصحة السياسية تتجين الصحافة ويقول للمكاحتة واحدة كنوان صحافة تسفق صحافة من الجنة تسفق الحل الحراك يعود يرجع كي ما كان في 2016 لأنه هذه الخطرة الشعب يتجين الصحافة إذا تبقى ترسح تبقى تحريك في عمره تسعة وثمانين سنة ثمانين سنة ثمانين ثمانين سنة سيكمل خمسة وثمانين سنة بلاد تشباب يمشوها دي غاباتيخ تسد غاباتيخ هدوها كاترون منزون كاترون سيكون تشوف هذا كبن علي ثمانية سنة ثمانية سنة يتجين الصحافة امور تبقى في القمة العربية والميجي رايس يتجين صحافة وثمانين تتطورك وظيف تصل إلى المستوى تتجين الصحافة وظيف تتقوم بالكامل ثمانين سنة في عمره لماذا يفيد الجزائر لماذا يفيد الجزائر ولا يفيد الجزائر إلى أنه يفيد الجزائر مدى حاجة الجزائر. كلهم ينهبوا تنبون الكتنشار على طارجيريا على طارجيري. جايبين وعلى شديروا بهم. روحوا. روحوا. خذوا رات رات ديالكم. وخيلوا لكم. شكرا لك غلاس. هشام عبود نتمنى لك سنة 2023 سنة سعيدة. أبناني غلاس لك والعائلة والأبتيت ولكل الجزائريين. شكرا هشام عبود. نشكر وكنا نتمنى أن تشرفنا في 2029 كما كنت وفيا لنا أنت وكل الجزائريين لنقترح. نريد لهذا الفضاء أن يصبح فضاء للاقتراح. باسولمون بولي كريتيك والنقد. وإنما اقتراح حلول على يد مثقافين جزائريين يريدون الخير لهذا البلاد.